اكتفى الوسطاء الأفارقة وبينهم الرئيس الجنوب إفريقي جيكوب زومة إثر اجتماعهم في بريتوريا بالإعلان أن الزعيم الليبي معمر القذافي وافق على عدم المشاركة في مفاوضات لإنهاء النزاع في ليبيا المستمر منذ أربعة أشهر مما قد يسهل سير المفاوضات خصوصاً وأن المعارضة الليبية ترفض دخوله في تلك المفاوضات وبعد أربع ساعات من المشاورات خرجت لجنة وسطاء الاتحاد الإفريقي لترحب بقرار القذافي إلا أن الاتحاد الإفريقي قالق إذا استمرار القصف الأطلسي في ليبيا مذكراً بأن الهدف من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 كان حماية الشعب الليبي وتسهيل المهام الإنسانية وحذر زوما حلف شمال الأطلسي من استخدام حملته العسكرية في ليبيا لاغتيال سياسي للعقيد معمر القذافي حسب قوله ودعا الاتحاد الإفريقي، السلطات الليبية والمجلس الانتقالي الوطني إلى وقف فوري لإطلاق النار لسماح بإجراء المفاوضات بعد وقف أعمال العنف على الأطراف الليبية الشروع في حوار وطني لوقف إطلاق النار من أجل المصالحة الوطنية والتوصل إلى اتفاقات تمهد لمرحلة انتقالية وأن يكون التحول الديمقراطي على رأس أجنتة التفاوض في هذا الوقت جددت الحكومة الليبية عرضها إجراء انتخابات اقتراح قد لا يثير اهتمام معارضي القذافي لكنه قد يوسع هوة الخلاف داخل حلف شمال الأطلسي ويتزايد الضغط من بعض الأطراف داخل الحلف لإيجاد حل سياسي بعد ثلاثة أشهر من بدء حملة عسكرية تكلف أعضاء الحلف مليارات الدولارات وأدت إلى قتل مدنيين لأنها فشلت حتى الآن في الإطاحة بالقذافي يولا زهر الدين بي بي سي ترجمة نانسي قنقر